يوم الجمعة 17 فبراير إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي طرحت البوستر الرسمي للدورة الـ 24 الحقيقة وقالت إنه في مصممة للبوستر ده فنانة جميلة اسمها هدير السباعي قالت إنها استوحد فكرة البوستر من الأفلام التسجيلية اللي بيعرضها مهرجان الإسماعيلية والعلاقة ما بين السينما والجمهور واعتبرت الأخت هدير السباعي إن الألوان مناسبة لمؤخذة يعني لروح الدورة الـ 24 من المهرجان حاجة كده تخليك تنحني احتراماً وتقديراً لهذا الإبداع لكن الإبداع الحقيقة طلع مسروق إيه ده تاني؟ تاني؟ آه تاني طلع مسروق تاني والله طلع مسروق تاني هما الناس دول ما عندهمش حد يعني يخريك كده فنون جميلة ولا فنون طبقية ولا أي حاجة يعمل لهم تصميم كده يونيك يعني حاجة خاصة بيهم لا والله ما عندهمش ده طلع مسروق تاني طلع مسروق من مين؟ طلع مسروق الحقيقة من فنانة تركية من موقع تركيا هو لتصميم اسمه امرأة عند اكتمال القمر راحت الست اشترت التصميم وحطته عندها وقالت لك أنا استوحيته من العلاقة بين السينما والجمهور واعتبرت الألوان مناسبة والمشعار فيه إدارة المهرجان الحقيقة بعد الانتقادات سحبت البوستر واعتذرت قالت إيه بقى؟ قالت الناس تبعدت المصممة لكن في نفس الوقت بدل ما تقول يا جماعة احنا أسفين وتقول المصممة غلطانة الحقيقة بررت لها الغلط وقالت حاجة غريبة جداً قالت إيه بقى إدارة المهرجان؟ قالت ما حدث لم يكن مقصوم الفنانة اللي صلمت البوستر لها أعمال سابقة جيدة لكن المرة دي الحقيقة سقطت منها ويعني معلش يا جماعة ما خلتش بالها برضو السبت لديها رصيد يعني إيه يشفع لها يعني فالناس طبعاً جرستهم على السوشيال ميديا والناس قالت يا جماعة الخير أنتوا أنا يعني مش عارف أنتوا فين الخرجين بتوع الكليات في مصر وليه إحنا دايماً بنقع في نفس المطب ده حد يقول لي إيه عم مطب إيه دي أول مرة لا أنا جاي لك كمان شوية هقول لك الموضوع ده تكرر كذا مرة مش مرة واحدة في قطاعات مختلفة بس تعالوا الأول نشوف الخبر كده من صفحة الموقف المصري صفحة الموقف المصري بتقول بوستر مهرجان الإسماعيلية السينمائي ده البوستر الأصلي ده بوستر مهرجان الإسماعيلية وكاتبين عليه تانية زكي والله الكلمة أنا ما كنتش قرية اللي هم عاملينه لكن هو القفي لازم يطلع بالشكل ده بتتعم الفنانة بسرقة البوستر من موقع تركي لتصميم اسمه امرأة عند اكتمال القمر وزي ما هو واضح من الصورة مفيش فرق تقريباً بين اللوحتين أهو يعني عارف أنت مثلاً لو مغيرها أي حاجة مفيش حاجة جماعة مغيرها هي نفس القصة بنفس السرقة بنفس كل حاجة لكن الحقيقة المشكلة فين المشكلة أن دي مش المرة الأولى مشكلة أن الناس دول والفنانة دي هدير السباعي مش أول مرة يسرقوا ومش أول مرة يتفضحوا إيه ده والموضوع حصل قبل كده تعالوا مع بعض نفكركم ببعض الأحداث استعرضناها معاكم في آخر كلام قبل كده لمجموعة من سرقات تتم تحت سمع وبصر النظام المصري كلها متعلقة بسرقة مجهود وتصميمات ناس تانية تعالوا نشوف كده مجموعة من السرقات أرض الأعمال المسروقة هكذا استبيحت الفنون العالمية في مصر ده العنوان وتعالوا نبدأ بلورنزو كوين لورنزو كوين بعمل نحت أو تمثال اسمه قوة الطبيعة ده اللي موجود هنا موجود في أربع بلدان رئيسية لكن الحياة بقدرة قادر انتقل تصميم بتاع لورنزو كوين لمدينة العالمين الجديدة زي ما أنتوا شايفين كده شعلقوا الرجل في الهوى سرقوا التصميم زي ما هو وما أشروش لورنزو كوين حدثة السرقة التانية كانت للفنان اللي انفرضنا بتصريحاته هنا في آخر كلام في الشهور الأولى من البرنامج وهو الفنان الروسي جورج كوراسوف وخدتها مصممة أيضا كان تقريبا اسمها غدوالي على ما أفتكر وحطتها في محطات متر القاهرة والرجل صاح الصبح لقى تصميماته موجودة في محطة كلية البنات كمان كان في تصميمات مسروقة من ورقة العشرة جنيه الاسترليني لما قالك هنعمل عملات جديدة يا جماعة فراحوا سرقوها بالزبط من تصميم العملة بتاع العشرة جنيه الاسترليني خدوا نفس الفنط ونفس الخط وخدوا كل حاجة كمان مارينا العالمين الجديدة اللي طلعوا به السماء طلع مسروق من مارينا باي ساندرز في سنغافورة راحوا برضو خدوه وقلدوه في العالمين الجديدة السؤال هنا حالة الاستسهال وحالة 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 المسخرة اللي بتحصل في موضوع النحت والسرقة هو الفنون دي ملهاش اهل يسألوا عليها في مصر يعني جماعة والله هل هو فين حضار في مستوى الفنون الجميلة في مصر هل فين حضار في مستوى الفن التشكيلي والنحت في مصر هل عندنا ازمة مصممين يعني هل محتاجين مثلا نستورد ناس من برة هل الكليات المصرية ما بقتش تخرج ناس على قدر من الكفاءة طبعا الناس تقول لي لا دا احنا عندنا مستويات طب هل القصة ليه علاقة بالفساد ان بنت مثلا في مؤتمر شباب السيسي بيدلع تصميمات محطة المترو فتطلع سرقاها هل القصة ليه علاقة بالفساد وولاد الزباط وولاد رجال الاعمال وولاد الحشية بتاعت سيسي لازم نعرف لان القصة اصبحت حالة عامة اصبح خلاص الكلام دا موجود في كل حتة خلينا نختم الفقرة دي بتمثال غريب جدا في مدينة العاشر من رمضان تمثال بالعاشر من رمضان يثير موجة سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصور تداولها للنشطاء لتمثال جديد لسيدة في مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية عمل استياء كبير قوي ما بين الناس وقالوا ان التمثال لا يدل على شيء معين او يبرز اي مظاهر من الصناعة اللي بتشتهر بيها مدينة العاشر طلعونا الصورة كده جماعة لما نشوف لو الصورة موجودة يعني طلعونا الصورة كده خلينا نبص عليها اهي ده حضرتك فضلت خيرك التمثال زي ما انت شايف ده جسم التمثال انا بحاول والله اكون جد يعني واشرح بجد الموضوع من غير هزار فده جسم التمثال وبعدين دي راسه او راسها وهو تمثال زي ما حضرتك شايف بيعبر عن الخرابة اللي بيحكمها عبد الفتاح السيسي هذا التمثال اعتبر نفسي تور جايد يعني فالتمثال ده انا مرشد سياحي تمثال ده هو بيعبر عن العشرية السوداء اللي بتعيشها مصر في عهد عبد الفتاح السيسي زي ما حضرتك شايف القاعدة بتاعته عريضة جدا ودي معبرة عن قيادات القوات المسلحة المصرية المحيطة بعبد الفتاح السيسي وبعد مؤسسات الدولة المنتفعة من الفلوس اللي بيعملها والبيزنس اللي ادهالهم السيسي الفترة اللي فاتت كل ما بتطلع لفوق فده تعبير عن حالة الخسسان والفقر والضعف وقلة الحيلة والعجز والغلاء اللي بيعيشها الشعب المصري لحد ما بتطلع لحد رقابته قد كده خلاص باصس لفوق ما هوش عارف يعمل اي حاجة التمثال ده هيتكسر في الاخر او هيتكسر في الاخر هيقع هتظل القاعدة اللي هي واخد كل الفلوس وكل الخيرات وكل حاجة الجزء اللي فوق ده بيفضل يرفع يرفع كده لحد ما بيقوم مائل واقع وبينهار فعزيزي المشاهد التمثال ده كان ليه دلالة محدش ابدا يعرفها محدش ابدا يفهمها ومحدش هيقولك الكلام ده غير هنا ده تمثال بيعبر عن العشرية السوداء لمصر تحت حكم عبدالفتاح السيسي او على قولة الست فريدة الشباشي ده تمثال خرابة عبدالفتاح السيسي